هذا العرض الجوي الرائع الذي شاركت فيه ثلاث مقاتلات شبح صينية من نوع تشينجدو جاي توينتي هو جزء من فعليات معرض الصين للطيران الذي انطلقت أعماله هذا الأسبوع في مدينة تشوهاي السحلية ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر الحالي ودخلت الطائرة جاي توينتي الخدمة العام الماضي ويقول الخبراء انها جزء من خطط بكين لتضييق فجوة التكنولوجيا العسكرية مع الولايات المتحدة وطائراتها الشبح اف خمسة وثلاثين وينعقد معرض الصين للطيران كل عامين وعادة ما يكون مناسبة لعرض التقدم الذي أحرزته الصين في مجال الطيران وأصبحت الصين ساحة رئيسية لاقتنس الصفقات لشركات الطيران الأجنبية بفضل الارتفاع الكبير في الطلب الصيني على الصفر لكن الأفاق تعقدت بفعل رغبة بكين في تنمية شركات عملاقة لها في سنعات عديدة من بينها الطيران وأشباه الموصلات والروبوتات ومن بين المشروعات التي عرضتها الصين في تشوهاي نموذج بالحجم الكامل للطائرة عريضة البدن CR-929 التي تقوم بتطويرها مؤسسة الصين للطائرات التجارية بالاشتراك مع ينايتد ايركرافت كوربوريشن الروسية على أمل أن تتمكن في نهاية المطاف من منافسة طائرتين بوينغ 787 وإيرباس اي 350 يأتي ذلك فيما أبدأ بوينغ وإيرباس أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم رغبتهما في إنهاء الحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين وقال جورج شو أكبر مسؤول تنفيذي لإيرباس في الصين خلال مؤتمر صحفي بالمعرض إن شركة صناعة الطائرات الأوروبية أكبر منافس لبوينغ لا تتوقع مبيعات مرتفعة في ظل تلك التوترات لكن ريك أندرسون نائب رئيس بوينغ لمبيعات شمال شرق آسيا قال إن الصين سوق طائران سريع تنمو وإنه يعتقد أن واشنطن وبكين تدركان ذلك وإن شركته سوف تستمر في التواصل مع قادة الولايات المتحدة والصين وفي التشجيع على حوار بناء لحل الخلافات التجارية